العلماء ورثة أنبية لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعن أبي الزناد عن الأعرض عن أبي هريرة رضي الله عنه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه وهذا خاص بوقت الاحتضار قرب الأجن يكون المؤمن في سرور تبشره الملائكة تنزل عليه وتبشره فيحب لك الله وليس المراد ذلك في حال الصحة والاختيار فقد قالت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها كلها نخرها الموت قال ليس الأمر ذلك وإنما هو وقت الاحتضار من أحب لقاء الله في ذلك الوقت أحب الله لقاءه والمؤمن يحب لقاء الله في ذلك الوقت لما يرى من الخير ويسمع من البشائر الذي قال الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآيات جاء هذا مما يجعله يحب لقاء الله وأما أهل الإجرام فإنهم في هذه الحالة لا يحبون لقاء الله لأنهم لا يبشرون إلا بالعذاب والعقوبات بالغخية والأخروية فهو لا يحب لقاء الله بل يكرق ذلك والله يكرق لقاءه وما ذلك إلا لأن الجزاء عند الله من جنس العمل فمن تزود من صالح الأعمال واستمر على ذلك فإن الله يثبته والملائكة تنزل عليه في كل وقت من الأوقات الضيقة الحرجة وأحرج الأوقات عند الاحتضاء فيحمل الحديث على هذا الوقت نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر